سجل تقدم في المباحثات التي استضافتها الولايات المتحدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل وبعد محادثات استمرت على مدار ثلاثة أيام اتفق ممثلو الدول الثلاث على العودة للاجتماع في واشنطن في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري بغية التوصل إلى اتفاق شامل حول هذا الملاف انضم إلينا المحلل السياسي رامي عزيز من الروم سيد رامي أهلا بك هل مصر راضي عن الضمانات التي قدمتها إثيوبيا بشأن كمية المياه التي ستطلقها خلال موسم الجفاف يعني في البداية تحية لك وشكرا للصدافة لا يمكن الحديث الآن عن الرضاء أو التام أو اطلاق كلمة الوصول إلى اتفاق دهائي ولكن ما يمكن الحديث عنه وصف الدقيق لما حدث هو أن هناك انفراجة تلوح في الأفق وأن هناك تخلي عن تصلب المواقف من جانب الطرف الأسيوبي الذي كان لطيلة تلك الجولات الماراثونية التي شهدتها العاصمة المختلفة من واشنطن هذه سباب القاهرة والخرطوم كان هناك تصلب في الموقف الأسيوبي ولكن في ظل إلقاء الطرف الأمريكي الوسيط الأمريكي وعلى رأس ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلطاق بالبعثات الدول السلاسة في واشنطن بنفسه مرتين خلال يومين فهذا يعني أن الولايات المتحدة عازمة تماما على الضغط على تلك الدول للتوصل إلى حل ولكن هذا الحل وتفاصيله حتى نقول أنه قد تم حل هذا الموقف بشكل معين يجب أن يكون هناك التأني وننتظر حتى جولة نهائية التي لم تكن مشمولة في جذوة المفاوضات ولكن نتيجة للحلحلة في الوضع التي حدثت مؤخرا تم الاتفاق على جولة أخيرة ستكون في الثامن والعشرين البعض يسمى هذه الجولة التي ستكون الجولة الأخيرة بأن الأيام العصيبة لم تأتي بعد فيما يتعلق بهذه الأزمة إنما ستكون في الجولة الأخيرة في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري لا أنا أخالف هذا الرأي لأن الأيام العصيبة مضت بعض الشيء أنا لا أقول أنها مضت تماما مضت بعض الشيء وحدث تنازلات لكن هذه التنازلات لم يعلن عنها في ضوء ما تم تسريبه إلى الإعلام والإعلام المصري تحديدا قد تم الحديث عن أن هناك 15 نقطة تم الاتفاق حولها أو حالة الوضع حولها ولكن ما زلت أكد أنه من المبكر أن يتم العراب عن كل تفاصيل المتعلقة بهذا لذلك الثامن والعشرين والتاسع والعشرين سوف يكون هناك تفاول وسوف يكون الفراجة جديدة لأن كما قلت لك الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة بنفسه عازم على أن يكون هناك حل لأن الولايات المتحدة كما كنت معك في لقاء حول هذا الملف من قبل وقلنا إذا الولايات المتحدة ستخسر إذا خسرت من هذا الملف إذا الصيغة النهائية ستحمل ربما تنازلات من كل الطرفين أم ستكون على حساب طرف معين لا سوف يكون هناك تنازلات ولكن برضو أنا لا أريد أن أفرط في التفاعل ولكن لن تكون تلك التنازلات الكبيرة ولكن قد يكون هناك ما يمكن أن يطلق عليه تسوية تسوية مرضية لكل الأطراف حتى يستطيع الجميع المضي قدما بدون أن يكون هناك صراعات وبدون أن هناك هناك تضرر كبير لأي طرف من الأطراف هذا هو المتوقع أستاذ رامي عزيز المحل السياسي كنت معنا من روما عبر خدمة سكاف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم